السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فطار قطنية هشة جدا زي الاسفنج واشبح كمان بعجينة الميني بيتزا هتعمليها في وقت قصير جدا وتطلع طحفة وجميلة ما شاء الله طرية العجينة عبارة عن ثلاثة كوب من الدقيقة رشة ملح معلعتين كبار من السكر معلعة كبيرة خميرة فورية وماية دافية للعجن وبيضاء وكمان شوية زبدة بتسيبها تختمل نص ساعة بعد كده بتشكليها وتخبزيها بالشكل ده وفي الصاج رصيها واعمل لها طرف بالشكل ده علشان الحشوة وبتلهنيها دهنة خفيفة واي حشوة بقى متوفرة عندك خضار جبن فراف لحمة اي حشوة انت بتحبيها او ممكن تسبيها كده سيدة مع مكس جبن هتكون جميلة جدا بتدخليها الفرن على درجة حرارة 220 بتاخد معاك في الفرن 10 دقيقة بتطلع معاك بالجمال اللي انت شايفينه شايفين اللون والتسوية ما شاء الله جميلة جدا وطرية ما شاء الله اتمنى انكم تجربوها بالوصف ان شاء الله هتلاقوها موجودة على قناتي باليوتيوب اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة